أكدت بطرياركية الروم الأرثوذوكس المقدسية أن إلغاء الحج الذي فرضته المحاكم الإسرائيلية عن فندق الأمبيريال يساهم بشكل كبير في تعزيز موقف البطرياركية في معركتها للحفاظ على عقارات باب الخليل وشددت البطرياركية أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لو لا تنفيذ تعليمات غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين بتسخير جميع قوى البطرياركية المادية والمعنوية وتوظيف شبكة علاقاتها المحلية والدولية لحماية العقارات الأرثوذوكسية وعلى رأسها عقارات باب الخليل في مدينة القدس وأكد الأب عيسى مصلح الناطق باسم البطرياركية أن معركة حماية العقارات الأرثوذوكسية في باب الخليل تخوضها منذ حوالي 15 عاماً واستطاعت خلالها أن تمنع تمكين المستوطنين من عقاراتها في باب الخليل كما استطاعت في نفس المدة استعادة العديد من العقارات في أماكن أخرى من الأراضي المقدسة